اشتركوا في القناة 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 لأنني عند الناس بزاف الله يسمح ليهم أن أقولها من هذا المين بار الله يسمح ليهم حينت أنا أنا ما بغيت أن أدي أخوتي المسلمين إنما أخوتي المسلمين شيء بعض الفئة أنا ما نعممش إنما الله يسمح ليهم اللي ما عرفش أو لما ما آمنش يقول الله يشوف من حالها الله ربي يدير تقول الخير الله أعلم إن بعد الضني إتم ما يقولش كتشفى الله سوف نبدأ بشكل الأمور لأنني أم�� نداء الإنسان وهو يتصل بي يقول لي يا فاطم الزهرة شوفي لي او لا فاطم الزهرة شوفي لي او جي خدمي شوفي لي او انا غاد نعطك مات مني غاد نحزك من هاد المسألة اللي انت فيها ولاتي عيط علي يقول لي او جي خدمي معايا يعني بغي نشرك فاطم الزهرة كان فهم انكين شي ناس بغي نستغلوا الحالة ديارك باش يخدموا بيها شي حاجة لي مكترداش الله يا اما هنا عائل شي هاي يلوش سوى وراجلي اما يعني ما شيع ما كنقولهاش بخبيه او لها هوا ما قدامهم السيد قدامهم قال لي يا تخدمي معايا جابوه باش يعالجني ولا هو بغيني نخدم معاه السيد هاي يعني لو الشي هي جي بغي يراقي باش يعالجني ولا كي سولني على الكنوزة اه ناس فعلا ناس فعلا ناس فعلا ناشي ما كان كده باش سيدة انا دايراني داق باش يعاونوني وكنقول اخوتي المسلمين انا رو ما بغشرك عاونوني الله هاد الاشي اللي انا فيه حاصرني مالديا ومعنويا ونفسيا دايراني احد طهنا د beacon دمارني اقضوا لي ويجروحه وفيك ونصنوني وقالوا ليا قابلوا لي اجي عندنا خدمي معنا واشي شوافه اشي دينك عاطينك الخدمات التي فاتح لك راحبة اجي احنا نديرو لك الليلة ونقدموه لك كما يقولوا هما المحنة احنا نديرو لك المحنة وخدم معنا وذلك المحل الجن لا يريد أن يخرج منه لأن هذا المحل الجن لا يريد أن يخرج منه يقولون لي أن هذا المحل نحن نعطيه الثامن دياله ونجعله بحشك الزاوية فيما الجن يريد أن يتقوى يجي هنا يتقوى ونعطيه السكنة وخدمه معنا وكل شيء يعني هذا هذا ما يريد أن يشيرك وانا كان بكيو كنقول لكم أخوتي وانا كان عجل الجاج انا عندي فيديو كان عجل الجاج فعلا ودابا حاليا حاليا قدامكم انتم مكانين يجيب لي الجاجة هو باقي مهرس دخلوا لي عجلنا دابا قدامك دابا ندير المطيب الناس يدرون ما طيب كيف يردوه أنا دابا ندخلوا تشوف غادي نحط رجلية غادي مقا نضرب هاك بحل كنجدب ما غاديش نزقا ولكن مقا نضرب بحل كنجدب وانا مشي حينت دارني حينتو مطالعين فيك وانا ويجدبوه في ذاك المسخون يعني انتي كتحس بهم وفاطم زادا؟ اااك نحس بهم انا كنحس بهم انا ما كنشوفهم انا ما كنشوفهم انا مانا في المنم انا البارح الي الكامل كل طبق جاي ليه في اللون للكامل وانا معام ومشي للكامل إنما واحد الفترة ما بين اليوم ولياقادة ما بين نوم ولياقادة أنا نعسى وما نعساش أنا ما عنديش النوم العامق أنا الساعة اللي كنحلم بهم أولا كي وقفوا عليك يكون ما بين نوم ولياقادة كنركز على هاد النقطة ما كنكونش داك النوم العامق يعني نعسى إمتى كن عاصن غيب ساعة اللي كي تلاعبوا عليا كي بدوا يعني يمحنوا فيها يسلخوا فيها نشوف شي كوابيسة إنما الساعة اللي كي بغي يجيبوا لي الطبوغة أو لي يعطوني الخدمة كنكون ما بين نوم ولياقادة أنا نشرح لك أخويا باش نبسط لك الأمر كنكون بحل الشي لك الحلم اللي كي يقول لك منامة كتكون مع الفجر يعني كتكون كتحلم تتفق كتلقاها يعني جوج حلمات جوج كلمات أولا ثلاثة كي أدل الفجر أنا لا أنا ما كنحلمش في جيهة الفجر حينتوما من طبيعة الحلم ما يحلمونيش ساعة الفجر حينتوما كافرين إنا مقبل من الفجر في ذيك المرحلة في ذيك البروغة اللي كي يعطوني طباق أو لي يعطوني جاج أو لي يعطوني خدمة كما كيقولوا هم الميدة في الحلم كيقولوا لي الميدة ذيك اللحظة كنكون ما بين نوم ولياقادة يعني نعسوا وما نعساش إن فوا كنرفضها اليوم إن فوا كان فاق يعني إن فوا نشدها نفس المشكل إن فوا نشدها إن فوا انفاق مني أنا كنرفض ليهم حينت أنا معمرني شديش ونحمد ربعهم ونشكرهم كيفوا يعني كيمدوه ليه تنتحرر البارح البارح مدوا ليه الطبق والناس اللي في هذه المجرة هذي يعرفوا بالخصص الناس اللي مش عويدين أنا كنركز على المش عويدين حين شو ما عندهم مع هادشي أعطوني الطبق خضر وفيه الحنة وفيه الحليب فيه المزهر فيه السواك وشنون فيه هوتشان وفيه الشمع وهو الطبق خضر وأعطوني الطبق حمر فيه الجنوية وفيه الدم وفيه بحل عشرات ريال أولا درهم فضة وماشي فضة تلك البيض شنك يتسمى النقرة النقرة وحطوا ليه وحط ليه طبق ديال الججر ومراه مراه اللي نطقت قلت ليه قلت لي أنتي ماشي بحل الناس أنتي يعاطي أنك المحنم اختال فاعزلي اللي بغايتش بحل هكا قلت ليه لا ما ندير الشرك ويقول لي أنتي أصلا عاطينك الججاج المطيب بحلقة ضغطنا فيها فقط وهذا الشيء بناده ما يقول أوهامه ولكن لعجنت الججاج ده بقدمك ما شيء أوهم نجيبه لك دابه ونعجنه ما كان جرحي شافاتي مزارة؟ لا مراه نجرح مراه لا ولكن ديك الجرحة لي كان جرح بسيطة ونجمع في البلاسة ونقدر أن أجنه دابه قدامك يعني جرحة خفيفة ما تجين تياه أما نجي عفل مسحي ديك عندي الكامات القواني يعني عرفت شيء أمور التي تكون عند شخص لأخر قد سحدك تعرفها؟ نعرفها ويقول لي لأننا ليم نعاطينك نحن تكون لك مرح ولي يعطوني لك بحل لك يقولولي ويقولوا لي لأننا نحنا باغيناك حتى ليسểك لو ترغبتك ولم تتبعتك مرح و تتبعوا ويتعرف والناس يتصلون بي ويقولون لي يا فيرحك هل لا أعطينها وحب مرتحة الحمد لله لماذا دخلت لدي شيء في قيه أو سحارة نحمد ربنا شكره وكما أنا بقى نقية الحمد لله الحمد لله وشكرا جزيلا وهذا أمر جميل فيك لن نتخلك في هذه الأمور فهو نعرف أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فهو نعرف أن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه أنا أقوى دليل بأنني كنت تحكم به حينت قبل ما تدخلوا أنتوما كانوا يضعوا لي أفراسي عربي ومهربت أنا كنت تحكم به إنما شنو اللي هرسني أخويا وكنقول هذا أبو وكنقول أقدم أخوتي للمغاربة هرسني ماديا ومعناويا يعني تلمادة هرسني وقاش كان خدم ما بقى راجلي كيخدم ما بقى التحد فينا كيخدم راجلي تحبسات لي الخدمة أنا تحبسات لي دابا دخول مدراسي ولدي يعني مسائل ديالي حياتي العادية إنما أنا كنحاول تتحكم فيه غير هي الكتام من قياسي أنا ضعيفة يعني أنا إنسان بزاف عليا باش ندبز مع الجين بوحدة بغيت المساعدة أنا دابا صالة صالة نصلي أنا كنصلي ولكن ما نسجدش وما نركعش كنصلي على كورسي هذك الكورسي هو اللي كنصلي على هذك وصلاتي ما نسجدش وما نركعش إنما قدرون قولوا ما عندهم جزء عندهم يد فاطم زرما كيخلوك تصلي كي يحاولون منعوك؟ حينت أنا أنا مسلمة أنا مسلمة نتفلة تنعية ونتلاعب تنعية ونمثلة تنعية مني غادي نوصل صالة هذك راه ديني ما يمكنش واش غادي نتحق نتحق قدام الله يعني شي حاجة اللي فوق منطقتي مرض عضوي كنقوله وكنكرره غادي نكون مريدة على طن نهار وغادي يكون عندي واحد تخاتمه ديال الدواء مرض عضوي مرض نفسي ايكون عندي تخاتمه ديال الدواء وما غاديش غادي نبقى مشوكية كل شي خاصني ديال باش أنا انتدن إنما باش إنفوش بشي تصلي يوقعوا لك هذه الحالات ما تصليش تكوني لاباس عليك تزيل القرآن راه المصحاف يوقعوا لك هذه الحالات ما تزيلش أنا مول فاعد مصحاف ديالي وكن قراءه ولكن دبا ما نقدرش نشده أنا ما نقدرش نشده كان شده وكار يدي ما كنحس بوالو ما كنحس بحرق ما تحاجه ولكن باش نبقى شده ما نقدرش كارميه رمضان ووسط رمضان ورمضان وشان نتفله في رمضان مصحاف قطعته قطعته وهاك أوراق ما نتفلهش في هذا الشيلي نفرد كان امثل على راجلي او لا ناسي او لا والدية وما نقطعش لمصحاف ووسط رمضان أنا عايش ودبا هاتشي كنتخبط فيه دبا مني والله وكيقول لك خدمه يقول لك الدبحي أنا ما نقدرش ندبح أنا ما نقدرش ندبح دبح لي غير الله حرام شيرك أنا ما نقدرش ندبح يعني أنا إلا بغيته إلا بغوا ويخوتي المنية ونوني مرحبا ما بغواش نبقى هكا تنضمر نموتوا لانح ما اقول لهم موهب عندي أساس الشرك ما نديروش أنا قدام ناسي أنا مريضة طايحة ربيل على الانبياء وهم كي يجري وكيقلبوا وانا يقول لهم قلبوا أهلاء اللي يعالجني بالقرآن وكي يقلبوا لي الله يجازهم باخر وكل شيء ولكن عهينا وش الراقي مني كي يجيك بألفين درام ألفين وخمسمائة وش نديري بعد خاصة المواد دي العيلاج هالحنتي تعالى سلها رهب الزاف وعاد الوقات كيين للراقي اللي كي يقول لك وكيقول لهم من هاد البلاصة حانت هوا ما قد يعرفون يبشيت عندهم ودخلت عندهم وقالوا لي وكي تفلّا يكاد ضحكي وكي نقول لهم حسبي الله ونعم الواقيل فيكم حيث أنا إنسان ما دم جاء عندك وجاء رب العالمية ما يتفلّاش وكي نقولها اليوم من هنا اتقوا الله في الناس اتقوا الله في الناس اتشيره حرام رخصك تخلص ما دم كرّس حياتك باش تعالج إنسان ما دم كرس حياتك الرقية ره ما يمكنش غدي ترقي واحد بشي تسعره ما يمكنش أضروري خصك واحد الأجر باش نتعيش ولادك حين تتكررس حياتك الرقية ولكن ألفين درم بزافة تنزع ولكن واحد ثمان رمزي أعجاب الله شي واحد ميسر عليه الأمور لابس عليه عنده الدار عنده الفيلا عنده وشافيتي يعني وطلبتي منه شي ثمان ألفين درم ولعلي ما تجي فواله الله يسهل عليك ولكن باش نتقدر الطريفة ما كان عرفش موتين تتمة بكلام الله بكلام الله عندك ألف درهم ألفين درهم خمسمية درهم دخلي ما عندك خرجع من الباب أقصيم بالله العالية دون مراعاة الحالة ديالك لا اجتماعية ولا اللي كتعيش فانتك لا اجتماعية ولا المادية وش حنواحد جوشة في معاناة المادية شافها مكي راعي وش أقصيم بالله ما كاملاش تنص ساعة ما كاملاش تنص ساعة ما كاملاش تنص ساعة ما كاملاش تحطي ميتين درهم أو تلتمية درهم أقصيم بالله وربي شاد علي وأنا في واحد الحالة يعني حالة يرتلى يعني ما نزيدهاش على راسي أنا مريضة أقصيم بالله من نهر طحت ما عمرني تعالجت عن شي واحد ميت درهم من غير واحد جانا لا غير إنما مني تحول من غيره ما عمرني شي حد دخل عندي بمية درهم أولى ميتين درهم ما كاملاش تلتمية درهم من فوق وقليلش كون تلتمية درهم محسوبين يعني شي واحدين إنما هدوك الليز عما تبعوا حالش والله ما كاملاش غير ألف ألفين وعاد الحنتيته تتبع القرام البخور تتبع القرام المتزمزم بزاف بزاف يعني أنا كنقول را تقليد دوكم مرضى عليكم لقد بشيف هذا الشي بما يرضى الله مرحبا أما المصابة اللي هي نصب بها را ما تخلش طريفة دراك إعلام الله ورا هذا را واحد المرض اللي هو يعني بربي ما دا ما خلقك مسلم وعطاك القرآن وحطك في هالطريق باش تداوي الناس تطلبتها ما نرمزي ولا شي حد نمسك عليه الله يسهل عليه إنما راعي الحالات ما تدرش الطريفة دا بروقات ما بقوش كيهضره معاك ما بقوش ما تدرش معه هو بيروه راه الداخل في البلاص اللي كيرقيك حط بيروه ما كيهضرش معاك هدري مع السكرتيرا بحل دا لا فيزيز الشي الطبيب ما ديش حالك هدري معاها وهدري معاها على حالتك بعدها ما يهضرش معاك على حالتك ذكر الروقات اللي أنا كنأكد وكنعود معروفين بدون ذكر الأسماء راب النادم مراحنا المغاربة دكين راب النادم من تلمحي دوك الروقات المعروفين ما كيهضروش معاك أي راقي ومعارفين كيكونوا دين المروقات كيكونوا دين المرقز دين السكرتيرا بره هدري مع السكرتيرا وخا فاطم زهرا سمحيلي قاطعك لكن في هذه النقطة بما أنك أنت عندك تجريبة بغيت نسور غير في هذه النقطة هاد الأمور اللي كيديرو معاك كاملين هاد الناس و هاد تمالك ياخدونك منك الدخلي شنو كيقراو عليك شنو كيديرو هاش كيقراو علي من كدووش علك كاي اللي كيقراو علي بعدها كين وحدين وما قرأوش عليا شيروقات ما كيادروش معاك كييجو بداو يخارق فك بس تيلو يدي يصلخ فك كيقلك بجنطلع الجن اقصيم بالله لا تقبلي يا جلية اقصيم بالله تسل الدم وكان بكي كان بكي كان قولي عافك أخو يا راديتيني اقصيم بالله لاصلخني عصاد الزيتون عصاد الزيتون تحميله ديال المدراسة زلية رجلية تحميله ديال بالصح تحسين في بالضرب؟ الجين ما كيحش بالضرب هادي نقطة نمصلها الروقات ونصلها الروقات وخاء لكنهما روقات وكيرقي وعندهم المهنة أنا راح مريدة أنا اللي حاسة بالمرض ديالي والجين كيتخبط فيها فيها أنا الداخل في الجسد وغيرك يرقيني أنا راح يتخبط فيها الجين ما كيحش العصى كدب عليك الكادب إمتى الجين كيحش العصى فدك شي اللي كتشربي العسل الحليب ديال الجمال أنا نقول لك المواد اللي أطرو فيها الحليب ديال الجمال ماشي فيها أطرو في المس حينت المس مني كنا كل العصى كيطلع مفورسي إنما مني كنديلي هاد المواد أنا كنشرح لك نحليك مفورسي إنما مني كنديلي هاد المواد هو اللي كيسخف ما كيبقاش يقد يهضر العسل الحليب ديال الجمال حاشا كل بول ديال الجمال وعليكم ببوليها ولبانيها في القرآن ماهو الحنتيته زعفران الحر تمر تمر كي يقتلهم وهي عودة للحصة يعني في أخير المطاف كيقرع عليك القرآن هاد الرقيها كيقرع علي القرآن كنت تخبط من تخبط القرآن كي أتطر فيه كي أتطر فيه ولكن في أخير المطاف تقرى القرآن ولكن في الباب تي بغي من تخبط القرآن الهدف لماذا تقرأ بالكلاب؟ لن أتطر في الباب لن أتطر في أخير المطاف لا أتطر فيه لأنني أتطر في أخير المطاف كيقرع بالكلاب كيقرأ بالكلاب الوقت 4 ساعة لماذا تقرأ بالكلاب ببعض لأن تحل المطاف يدير معك مص ساعة أدرا دير معك والطبيب أدرا دير معك يدير معك يدير معك لوجست وخفاتم زهرة نحيد من أنك حالة أنت كإنسان وكيف تجيك أن تخلص ألفين دران باش تدخلي عند إنسان يقرأ لي كلام دل الله أنا نقول لك أخويا حينت أنا أنا أعوذ بالله من قولة أنا ماني كتوصل بيديك الحالة للمسك يكون طالع فيها أنا كنقرأ لا رات وماني كتوصل لديك المعاناة راه المعاناة اللي أنا ذابة حالياً كان عانيها وكلكم بقيت فيكم والشي كامل اللي قالت هنا بقيت فيه ويعني بحل يعني لو السراء ضربت بجيبها أو ضربت بصحتها وكل شيء ولكن أقسم بالله اللي غادي يحس بالمعاناة أو للألم اللي كان أحز بيه من غيري أنا أنا اللي كان أحز علاش حين ما قابلاش الخدمة كنا كل عصاب الليل ومالنهار حين ما قابلاش الخدمة حين أنا الحالياً أقسم بالله كنا قابلت الخدمة البارحة اليوم أصبحت في الزاوية كان قدمت دميحة أغاد نكون لعباس علياً ولكن أنا حجم كاميرا شذاك الشيء وما كان أعلم شذاك الشيء وما بغيتش تكشف ذاك الشيء لش أنا كدنا كل عصاب حسناً حبارك عليك فاطم زهراء مع الأسف ورسالة ديالك وصلت مع الأسف متجابين الكرام فكيفما كتشوفوا الحالة ديالخطنا فاطم زهراء يواد حق دامكم وهي مسكينة كيفما كتأكد أن هذا العذاب اللي كتعيش فيه وما زال مستمر فيه وأنه بسبب ما بغاش تخرج على طريق الله سبحانه وتعالى وهذا الأشخاص بحالة دوره هي السحقون المساعدة حقاً كيخص المساعدة من نحن كمغاربة كناس مسؤولة مادياً معنوياً لأن هذا الإنسان ما بغاش تبعد من طريق الله سبحانه وتعالى ما بغاش تبعد من دينها مع الأسف كين بعض الأمور اللي خارج على إرادة ديالك تحاربها باش تخرج للطريق وهي أولو مقاتلة معهم ولكن على نفسها كيفما كتقول هي محاربة معهم باش ما تخرجش من طريق الله ولكن كتتاكلها في صحة ديالها وكتتحمل وهذا أمر عادي إن شاء الله ربي غادي جزي عليا لكن كتخصى شوية ديال المساعدة وأننا نوقفوا معها فكيفما كتشوفوا مع الأسف شديد يعني كنتوا معنا في هذه المجمعات أنا أكيد ما غديش تتحملوا الحالة ديالها فأنتوا ما ربما شتغير واحد الجوز صغير لكن هذا الشي اللي واقع في الكواليس لا يعلموا إلا الله سبحانه وتعالى فهي الرجاء ديالها في مغاربة كبير وإحنا أيضا الرجاء ديالنا فيكم أكبر فكنت منه إن شاء الله كاملين نديروا في يد كيفما العادة كيفما معروفة لنقفوا مع أختنا فاطم الزارة باش ترجع حتى هي كيفما كتشوفوا ووراها الشابة مازال في مخشبة العمر ديالها ترجع تهيل الحياة ديالها واللائلة ديالها والوليدات ديالها كيفما كانت قبل تحية لكم ترجمة نانسي قنقر